اشتركوا في القناة تحقيقا لتطلعات المواطنين سنستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية منذ أن تم وضع اللبنات الأساسية للملف الإسكاني ومسيرة التميز التي تلازم خط مسير هذا القطاع الخدمي تزيد إشراقا وتوهجا فالمحطات المضيئة التي مر بها مجال الإسكاني عديدة ولا يمكن حصرها ولا عدها وإن الوقوف عندها وذكرها باسترسال أمر لا بد من تسليط الضوء عليه بالشكل الذي يليق بحجم الإنجاز الذي سطر وما تزال الشواهد عليه ترى بين رحاب الرؤية وطبيعة التنفيذ رؤية القيادة وتنفيذ وزارة الإسكان لما يوضع على الورق من مخططات هندسية والخروج بتصاميم عصرية لوحدات سكنية حديثة تلبي تطلعات وطموحات المواطن البحريني وفي احتضان ورعاية المسيرة الإسكانية من قبل عاهل البلاد المفدة الملك حمد بن عيسى الخليفة صورة دالة على حرص جلالته الدائم على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وما تجل المكتسبات الإسكانية العديدة التي تحققت خلال العقود والسنوات الماضية أمام المتابعين لها لخير دليل قاطع على إعطاء الشأن الإسكاني الأولوية المطلقة في المسيرة التنمية الشاملة إن عناية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للشأن الإسكاني قد عجل من وتيرة إتمام عشرات المشاريع والمدن الإسكانية التي أظهرت بقيامها أهم منجزات العصر الحديث والتي بانت ملامحها عبر بوابة الأمر الملكي السامي الصادري في تاريخ السابع عشر من ديسمبر من العام 2013 القاضي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية ليتم المضي نحو تنفيذها عبر بناء خمس مدن إسكانية هي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرمل والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الحكومة السابق الذي نفذ وعده بتسليم ما يزيد على خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية ليلتزم برنامج عمل الحكومة الحالي 2019-2022 بتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين بإسهامات واضحة من قبل القطاع الخاص الذي من الإنصاف أن يتم ذكر حسن العائد من وراء التعاون معه سياسات سمو ولي العهد الناجعة ومبادراته النبيلة التي لا ينقطع وصلها مع المجتمع البحريني لطالما أفضت وما تزال تهدف إلى التخفيف من وقت انتظار المستحقين لوحداتهم الإسكانية إذ يعمد سموه بين الفترة والأخرى إلى توجيه القائمين على وزارة الإسكاني بضرورة الإسراع في إمضاء المشاريع الإسكانية وهو من يصدر الأوامر بتوزيع آلاف الوحدات السكنية وتجهيزها في مختلف أماكن تواجدها داخل المملكة حيث كان سموه قد أمر بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية في مدينة سلمان ليليها توزيع خمسة آلاف وحدة سكنية أخرى في مدينة شرق الحد الإسكانية ليستمر نهج عطاء سموه وبأمر منه يوم أمس بضرورة تخصيص وتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية للمواطنين والبدء في تنفيذ ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مشروع شرق سترة وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة لهذا الملف الحيوي تبرز أبعاد المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ليعلو صقفها وتأثيرها المباشر على زيادة معدلات تنفيذ المشاريع الإسكانية إما على صعيد المدن أو المجمعات أو على صعيد مشاريع امتداد القرى ما أدى إلى وصول الخدمات الإسكانية إلى مختلف مناطق البحرين وذلك لم يكن لولا تحفيز سموه ومناداته بأهمية تطوير السياسات والتشريعات الإسكانية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي توفرها المملكة لذوي الدخل المحدود على وجه الخصص